بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير والصحة دايما يا رب رجعنا لكم تاني في الجزء التاني آآ من الفيديو بتاع الفسان السواريه بس يا لاته قبل ما نبتدى كده ما تنسناش في اللايك وشير وسبسكراب عشان نوصل لكم كل جديد بازن الله وكومنتو منكم حفز عشان يشوفوا اكبر عدد ممكن من المتابعين بتاعي تمام احنا هنا ببتدي خطوة ان انا ببتدي بالخلف بمسكوا شوف كل تفاصيله ايه واعملها اولا انا بخيط من الديل من تحت الحد فوق آآ لحد آآ بداية السوستة تمام وكل زي ما انتم شايفين كده انا كل حاجته آآ ملزقاها فيها عشان ما تتوشي مني تمام انا دهتي كده الممطقة اللي هي عندي السوستة فوق انا بعد ما خيطت الجزء لتحت الحد اخر مكان ان انا هحط فيه السوستة وآآ السوستة طبعا لازم تكون في السواريه ده سحرية تمام انا معلمة فرض من فوق كده على مكان السوستة المكان الخياطة تمام باجي من فوق بسيب مسافة القماشة اللي بتبقى أضطر في كده من السوستة وباجي أركي بالدواسة اللي هي الفرونس اللي هي بتاعة السوستة اللي هي فردة واحدة تمام واجي أمس كده سبت الوش السوستة على وش القماش وش السوستة على وش القماش وبعد كده هو أجي أسبت إيدي وأخيط ألزقها بالزبط جنب السنون أنا جايباها نفس اللون بالزبط عشان لو في مل ولا حاجة باين من السوستة ما يقصرش ويخليش شكلها وحش. لازم أثبت السوستة لبعد الخياطة بتقليها في القماش. بعدها بكده باتنين ثلاثة سنطي عشان زي ما انتم شايفين كده. أجل أثبت بقى الفردة التانية من السوستة. أشوف زي دعاني القماش من في الطرف فوق الدقيق ونفس المسافة دي كده. ودبسها بدبوس عشان ما تزحزحش مني. عشان ده الدبابيز أنا بحطها عشان ما ما فكش السوستة كل شوية. واجهة ثبتها كده من عندي من تحت آخر السوستة كده. أجيب السنون جنب السنون بالزبط وجنب الخياطة. وبردو هدبسها بدبابيز عشان يبقى سهلة علي. أدب. آآ ما تزحزحش مني وما فكش آآ وتكون في فردة أطول من فردة في السوستة. ده التدبيز دوان سواء سواء واحدة مبتدئة أو واحدة بقالها فترة في الخياطة ده للأمان بس مش أكتر. معلش ازا كنت بتكلم بسرعة بس عشان ايه الكلاب ببقى ماشي مع الصورة. دلوقتي أنا ببتدي بقى أقفل السوستة زي ما انتم شايفين كده بص اللي باين منها حاجات بس عشان هي نفس اللون فمش مأسرة خالص. طبعا بقية الشغل اللي هو في الخلف. طبعا معلمة العلامات زي ما قلنا في احنا بنقص الفستان. ففي العلامات اللي أنا الأساسية اللي هي طول البنسة أو المنطقة الوسط لانها غوط في البنسة فيها دين دي المعلمات. لكن انا دلوقتي كنت بحدد المسافات اللي أنا هاخد عليها. دي براحتك خالص يعني تعليميها او انت الحاجات الاساسية بس هي اللي clipsعلمة بس مش لازم تعمل اللي انا عملته دلوقتي. فبرحتك خالص يعني. يعني انا بس للتعليم انا بوريكه دلوقتي ايه لكن الخطوط الاساسية اللي هي طول البنسة. النص الخطي النص بتاع البنسة المسافات البنسة زي ما انتم شايفين كده لازم اخلي البنستين اللي اتنين ماشيين مع بعض. عشان ما يكونش فيه بداية ونهاية كل بنسة مختلفة على البنسة اللي جنبها في الجنب التاني. تمام? دلوقتي انا بخلص البنس من فوق خالص باخد مسافة الاتنين سنتر. احنا قلنا عليهم انا هيحب نعوضها عن اه خط حارة الجيرو. اهو بس من ورا ببقى البنستين نازلين على خط دغري من فوق. بس في مسافات بيتبقى داخل الجوة مسافات تلع البرة. تمام? انا دلوقتي خلصت خلص الشغل اللي عندي في الخلف. بمسك بقى ايه الامام. وبردك زي ما انتم شايفين كده فيه استجاف بتاحت وبتبقى لازقة فيه. عشان ما اتوهش مني عشان القصص الصغيرة ديا. فانا باخد برضك البنس. اهي. زي ما انتم شايفين كده ومحددة برضك خط النص والبداية ونهاية كل بنسة. عشان دي يبقى كل حاجة مظبوطة معيك. معلش ازا كان صوتي باين فيه عندي برضي. لسه برضك من تسجيل الفيديو القابلي ده كده الجزء لهولاني. فالله المستعين. ربنا يشفي نوش في كله مريض بازن الله. انا بحاول بس ان انا اقطع في التسجيل الصوت عشان بيجي لي شرقة كده او كحافة عشان كده بقطع. فمعلش. دلوقتي انا بعمل البنس التانية. في الناحية التانية. نفس المسافات برضك انا دي بقى متعلمة فيها. يعني مش متعلمة. يعني انا معلمة كل المسافات اللي انا هاخدها فيها بالزبط. تمام? اهو. كده خلصنا البنس اللي اه اللي فوقه اللي تحت. شوفوا الفرق بقى اللي انا بقى سيب مسافة. ما بين الفوق اللي عندي السدر واللي هي تحت من البداية من الوسط. الفرق اللي ما بينهم هو دوان البمبيب بتاع السدر. عكس الخلف. الخلف بديها صمت كده بخطه دغرة على طول. تمام? هنا بقى في ايه غلطة. اقولك عليها. انا دلوقتي بثبت السجاف. المفروض قبل ما سجف. قبل ما الازق السجاف. اعمل البنس. بنفس مسافة البنس. عشان بسه في زيادة من الجنبة هي. اه قبل ما خيطها. انا بعد ما خيطتها. ليت في زيادة. طبعا انا لما هلبس اللي هيلبس الفستان. لازم هيبقى فيه بمبيه ماشي مع البمبي اللي برا. التجويف بتاع السدر. فعشان كده بعد ما خيطتها اه انا فكيت جزء وكمان ركبت. كمان المفروض اركب الحمالة مكان البنس. زي ما انا مقلت لكم. اهوا بصوا. انا عندي مقلبتها كده. بس قبل ما ثبتها. اهوا البنسة اهي. انا اتعملت البنس. اهي زي ما انتم شايفين كده. مفكت كمان مكان البنسة الصغيرة كده. حت فتحة صغيرة عشان احط فيها الحمالة. الحمالة دي مفقاش يعني اي شغل انت يدوبك شريط صغير كده الفيع. اه تخيطيه. اه تسجي فيه. او اه تتنيه لجوه يعني. وبعد كده هوا ايه يبقى تقلبيه. بس وادي الناحية التاني برضوك عملت البنس. هذه الخطوة دي يا جماعة لازم بتبقى سابقة الخطوة قبل ما تلزقيه في في الامام. تمام? هيبقى لكم برضوك في الخلف من ورا اللي انا عملتها قبل ما ايه آآ ملزقها في الخلف. طبعا المسابات تريدت مزبوطة دلوقتي بقت المقاس قد بعض وما فيش بازات زيادة في السجاف. انا باتني بقى ايه بفرد زي نفس التشطيب بتاع الحردة الرقبة اللي هي بتبقى من جوه. باتني بفردها كده ودي شي ما صغيرة على على السجاف. مش على الجسم بتاع الفستان. يعني باتني من تحت هبص عشان لما اجتنيها ما يباش فيه بين خياطة. فانا باتنيها على السجاف. مش باتنيها على ايه لا ايه لا الله. مش باتنيها على الجسم بتاع الفستان. بعد كده بقى ايه بسبت من عالجناب بسبتهم على بعض كده عشان هتفيدني في ايه? لما رجع اركب الخلف عليه. بس قبل ما اركب الخلف. انا بسبت الجنب التاني. في خطوة لسه ما حتى ما رسمتاش قدامكم في في الفيديو الاولاني. اللي انا الفتحة بتاعت الفستان من تحت. اه بسوا زي ما انتم شايفين كده البومبية بتاع السدر. انا في الفتحة اللي تحت ايه? على مسافة ايه? نفس المسافة البنسة من فوق باخد خط دغر التحت. عشان ابين دي الفتحة يبقى مكان الفتحة. مكان الفتحة. انا بقى عايزة اسجفها وافتحها اعمل ايه? طبعا انا مخططها على القلبة. فعشان اه اعمشي عليها بزبط وتبقى مزبوطة بعمل لها خياطة. وبعد كده اجيب قماشة بطول الفتحة. واحطها عليها كده. انا طبعا امشي طب انا مش شايفة الخطوط اللي من تحت. انا بقى طبعا مخيطها فانا بحسز بأدية. وانا بخيطها على مكان. اه وبصي بحسز على مكان الخياطة. طبعا لازم تدبسيها. عشان القماش ده القلطة مودة دوا بيبقى اه حاجة نعمة قوي. فممكن تزحزح منك. فلازم تدبسي كل خطوة فيه تدبسيها. اجي من اول بداية الفتحة. اعمل خط دهري. بسبت عليه على الخط الدهري اللي هو بيبقى على الفصان من تحت. الخطة الاولية لان خطها. حتى لو تلاحظ بصوابع كده لانه بحسز اهو. بحسز بيداية على مكان الخياطة. عشان اه امشي عليها بالزبط. عشان الخط ده هو اللي هعمل خطين حواليه. زي ما انتم شايفين كده. اهو. ده الخط اهو فانا بسبت اه سبتت بخياطة وعلمت العلامة اللي هي اللي انا حوالين الخط ده. يعني هعمل كده تلات خطوط. الخط اللي في النص اللي انا بسبته على السجاف على القماش على الفستان. وبعد كده حواليه بنص سنتي بعمل فتحة ولفها من فوق كده بغرزتين بس زي الدايرة كده. وبعد كده هوا ادي الخط التاني من الجنب التاني من الخياطة الف النص. زي ما انتم شايفين كده. دي عاملة زي المرض اللي هو السحري اللي انا عملت لك قبل كده. آآ اللي انا بعمله بالمنظر ده كده واجه فتحه من النص. اهو افتحه من النص الخياطة. الخياطة الف النص. عشان ما ما يتفزرش مني. لو انا عملها على الحرف الخياطة الاساسية. اهي. خيطتها. اجي بقى اقلبها الجوة. بالمنظر ده وديها شيء ما صغيرة على الحرف. طبعا الحاجات دي هتتعمل تمام? اهي بالزبط كده. اثبتها اهي. اثبتها بده بابيسه بعد كده هوا. اهي. لازم افتح ايو في الزاوية دي لازم افتحها. اه وخليه اللي هو مش مستريح معايا. اه وبعد كده هلف حواليها بالخياطة اه كسجاف يعني. وطبعا زي ما قولتلكوا الا السجاف ده هيتعمل اوفر ومش اوفره بس. انا في الاخر هيبقى لكم برضو كنا بشاول لكم ان دي هتتحطل فيها الشريط الدبل فيس عشان الهو بيكوي يكوي يلزق الطبقتين مع بعض عشان مش بيحدة اه اللي لابسها وهي ماشية الخياطة السجاف ده ان يطلع لبرة. لأ بيبقى شكله مش عالو. فعشان كده هنعمله بدبل فيس. تمام? اه ده خلصنا. اه هو ده ده الخياطة اللي جهة ده هتحط هنا دبل فيس. وهيكوي. فهيلزق خالص. دي خلصنا احنا في الامام كله. ونيجي بقى للخلف السجاف. طبعا انا لازم اعمل السجاف الاستجاف الامام الاول. ليه? عشان انا بصوا لو تلاحظوا انا بعد ما بلزق كده الاستجاف هلزقه بس الدبابيس وبعد كده هعمل لان انا فاكرة طبعا اللعاب اللي خدته في الامام مش هعمله برضوك في الخلف. فانا بعمل البنس الاول نفسي ما كان البنس انا طبعا معلمة فرد. وبعد كده اخيطها. اه الخطب انا بقول لكم الامام لازم اتعمل السجاف الاول عشان التشطيب الكويس والنضيف. لما باجي اركب الامام على الخلف. بقى اللي باستجاف بتاع الخلف على الامام. بعد ما ثبته من الجنب دولتها هيبال لكم برضوك في الايه? وهو شغال. طبعا فيه حركة برضوك كويسة ان البنس مش لازم يبقى الاتنين اللي الفوق واللي تحت في اتجاه واحد. لا يعني استجايف في اتجاه الله ما صلى على النبي. البنسة بتبقى اتجاه مسلا الشمال البنسة اللي تحت منها اتجاه العكس. ده طريقة التشطيب برضوك في ايه? في السوسة لانا بتنها كده وبعدين اقلبها كده. وخيطها. ماشي دي طريقة. انا بقول لكم دي طريقة. اهيه. لكن انا هعملها بطريقة تانية. تمام? ادي لما بحط بقى بصوا الخطوة دي بس خليكم ايه اه مساحساحين معي انا بحط الامام اهو على الخلف وبقلب الاستجاف بتاع الخلف. بقلبه على الامام ودبسه بس لازم يكون الاتنين مسافة بصوا بزوق اللي بزوق الامام لفوق خالص عشي يبقى عند الخياطة بالزبط. عشان لما اجا قلبها ما يكونش فيه عند اه الخياطة بتاعت الجنب يبقى فيه فيه الامام عن الخلف زيد نص صمتي او زيد صمتي او حاجة زي كده. بصوا انا برضو هقلبها لكم. بصوا عاملة ازاي. بصوا التشطيب النضيف اهي. ده زي الجهز بالزبط. ده الاهم حاجة في الفساتين سواء السورية وغير السورية الفينيش بتاعك اللي بيميزك انتي عن غيرك. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده. ده التشطيب الحلو يا جماعة. برضو ده التشطيب ده وان الطريقة دي بتبقى في في المناطيل في الكامر بتاع المنطول لما تكون مسلا عايزة اه الكامر منفصل الامام عن الخلف او فيه اسك في الخلف او عن الامام. برضو بت ايه اه بتعميني نفس الطريقة دي ايا. ده بيدكي النرخيات بتبقى نظيفة من الجنب. تمام? ده وقت بقى خلاص اه طالما سبت الامام والخلف من فوق. ابتدي بقى خيات الجناب عادي خالص. انه انا مشي كده على ايه? على الخطوط اللي انا عاملاها. ده عشان كده بتسهل عليكي. برضو كنتي مشي بتدبس عشان الدواسة الكرشي اللي من تحت بيسحب اكتر من الدواسة لتحت الفرونس اللي هو الدواسة الخياطة. تمام? عشان كده حتى تلاقوا بصي صبعي فيه ايضاية كده بتبقى تانية ايوة على صبعي الايدي اللي هو ناحيتي انا ببقى مسكاة كده بطريقة غريبة كده اتعودت عليها عشان ما يتسحبش فردة على فردة خالص من القماش هتلاقوا الحركة الصبع دي هتلاقوها في اول فيديو دوا على طول اللي انا عاملة فيه صبعي ولفة عليه القماش تمام دلوقتي احنا خلصنا الاساسيات اللي هي في الفستان اجي بقى الحتة الصغيرة اللي هي التشتيب بتاع اللي انا هعملها بقى في تشتيب السوستة انا بعملها على طول كده واجي جنب السوستة بالزبط واروح مدية خياطة اه بالطول كده السجاف مع الزيادة بتاعت السوستة بحيس لما اجي قلبها كده هالمفروض اقص زيادة اللي جوه دي ان حتة الزاوية الصغيرة دي اقصها انا قصتها في الناحية تانية ودي قصتها برا الكاميرا فانا بديها بقى ايه خياطة كده على الحار في شمة صغيرة بالنسبة للخلف اهو بطلع الزيادة دي كده بخياطها حتى الابرة بصي انا زحزحتها شوية مكادش رادية تمشي اهي بصو رحت زحزحتها شوية المفروض الزيادة اللي جوه دي تتقص وبالنسبة للحمالة انا طبعا لزقت الحمالة في الامام فالخلف انا ما لزقتهوش عشان لما تيجي تقيس ابقى ايه ابقى عارفة ان هتعملوا المقسات بتاعتها قد ايه وممكن برضو كابا اعمل فتحة صغيرة وادخلها اما بين استجاف زي الامام بالزبط هتبقى بالمنزر ده الان ايه الام الحمالة وبردوك بعمل استجاف البتنيب على السوستة بتديني الشكل حلو زي الجاهز بالزبط بالمنزر ده كده انا عدتلكم المنزرين جيبتوهم عشان تتأكدوا وهدي الزيادة اهي بتاعت السوستة وبقلبوا كده الزيادات اللي على فكرة اللي بتبقى هبصوا بتبقى السوستة بينك وتبقى شكلها جميل جدا. اه طبعا السوستة الزيادة اللي جوة بتبقى انا سايبها ده بيفيد في الفستين في الوسع لو واحدة عايزت اه توسع تخنة او حاجة زي كده بتبقى بتفيدها واد الفتحة اهيه طبعا عايزة تتكوي وعايزة ترقى كويسة. دي احنا كده خلصنا الفستان ناس على الطول بس ان احنا ايه نتنيه على صاحبة الفستين لما تيجي. دلوقتي بقى انا عملت ايه بقى انا حبيت برضو اجيبها قدامكم الفرنس مع القماشة دي ما بتكشكش. انا حطيت الفرنس بتاع الكشكشة ببصي ما كشكشتش. فانا عملتها ايه بقى? شلت دي وحطيت الخياطة العادية وكشكشتها بادي انا بقى كده. الكشكشة العشوائية. اهي وسبت المسافة خلوكم فاكرية سبت المسافة الاولينية دي من غير كشكشة هعمل حركة حلوة برضو. ان هي ايه اه في اي ديل اه بتبقى شكلها حلو ومش ببينة خياطة. اهو بس الكشكشة دي عشوائية كده جميلة. وده لقماش عشان مسكة نفسها شوية فمع الكوي هتنام خالص ومش تبقى باينة. نفس المسافة اللي انا سبتها في الاول اللي هي من غير كشكشة برضو هسيبها في الطرف التاني. هسيبها في الطرف التاني. ولازم اكشكشها على قد الوسط. اه غير الحتة اللي هي ما فيهاش ايه الكشكشة دي. هتبقى الزيادة عن مقاس الوسط. طبعا الحزام هنا. انا بجيب برضو مسافة على قد الوسط. الزيادة مسلا بتاع خمسة سنتي بس عشان لما حطوا الكوبش. الاثنين على بعض وتبقى برضو ايه معها البرح في الزيادة. اه طبعا انا اللي هو مش هدي العرض دو انا من وجهة نظري عرضه كويس. بس بصراحة هم قالوا ايه انا صغرته بعد كده. قبل ما تستلموا مني صغرته. هي جاءت لانا عايزها ازهر. فانا بسيب بخية مسافة قدي مسلا عشرين تلاتين سنتي وبعد كده بسيب الباقي مفتوح وقفل الطرف التاني. ليه? عشان انا عايز اخلي قفلة او فتحة الحزام بتبقى على جنب. مش هتبقى في النص او هتبقى من وراء. لأ هتبقى بالمنظر ده كده. والمسافة دي اهي اللي انا هسيبها من غير كشكشة. ولازم اعلمها عشان وانا بثبت فيها الدين ما يبقاش ايه? ما يبقاش اه في ناحية اطول من ناحية او حاجة زي كده. يا نتي اللي وصل معنا حد الوقت في الفيديو يا ريت ما ينسناش في اللايك وشير وسبسكراب عشان يوصل لوجل جديد بازن الله. وكمنتوا منكم حفز عشان نعلم مع بعض والبعض بازن الله. وانا تحت اي امر اه حدي في اي استفسار سواء في الكجوة او العادي او السواري. بستو بقى التاني اللي انا تانيتها ديان الحتة زيادة. اهو بتنها لجوة كده. ودبسها. عندي بقى ايه? الطرف بتاع عشان لزق فيه الطرف بتاع الحزام زي ما انتم شايفين كده. يعني ممكن الصورة واضحة او مش لازم ان انا اتكلم. بس انا قلت اكد عليكم. او انا تانيها كده نحية تانية عملتها بدبابيس ودي عملتها اللي انا اخيط فيها. فعملتها قدامكم كده. على فكرة انا كان بود ان انا اصور لكم الفسان وهي صاحبته لابساها. بس طبعا عشان هو قب. وما ينفعش ان انا اصور اه صاحبته وهي بالقب كده هي حرة بقى هتحضر به كده هي حرة. فانا صورت روكو هو على المنكان بتاعي اللي هو بيبقى في المحل. في اه يعني هتبقى اختلاف حاجات بسيطة كده بس برضو كمدي الشكل النهائي اللي هيبقى شكله جميل بازن الله. اه والاكسسوارات اللي هي ممكن تتحط عليه دي صاحب تلفزان بقى هي حرة بقى عايزة تحط عليه اه فسوس عايزة تحط عليه ورد براحتها خلص. بس انا اقتراحت عليها ان على الفتحة اللي هي على الرجبة ممكن تجيب فص كده اه او فوق او او شكل بروش ولا حاجة يتحط عليه يبقى يدله شكل حلو. اكتر من كده مش محتاج. دلوقتي احنا خلصنا القمة في اخر حتة اللي هي الطرف التاني ان انا بعد ما تانيت الحتة اللي ما فياش كشكشها هتبقى من جوة تانيتها كده وهكمل الحزام للاخر بالخياطة. الجزء اللي هو تانيته ده يا جماعة بتشوفوا فيه دي الفستين بتبقى مش باين على خياطة بحيس ان هي لما بتجي تفتحوا بأيديها كده ما بيبنش تبدأ اول واخر وفين ما بيبنش في هذه الحتة دي كده بتبقى شكلها حلو بتدي الفستان برضوك شكل ايه اه بتباين تشتيبه حلو واللي عملاه برضوك فهمة في الموضوع. مش يعني اي حد مش مش لازم انا بالذات يعني وكده ان يبقى ايه اه حد يفهم في الموضوع. دلوقتي بقى تابعا ان انا خيطت فردة واحدة في الحزام في الكشكشة وجيت رحت البت بالمنظر ده كده البت الفردة بحيس ان انا عايزة يبقى الخياطة متشطبة متسجف يبقى الكشكشة متسجفها من جوة الحزام. باش مسلا ايه زي بعض في ناس بتعملوا الفردتين القمر عاملينه على الفردة الكشكشة والاوفر باين وتانينه لجوة بيبقى شكله مش حلو. اه زي ما انتم شايفين كده. كده خلص الديل. يضبك عايز كوي الحتة دي اهيه. عشان لما تيجي ايه تتيني وهيبن برضو كعالفستان اه في الاخر اه وانا معلقها. دلوقتي النقص بس اللي هو الكبش اللي هنا بيبقى الفردة اللي هي زيادة بيبقى هي اللي من جوة. وده عليه في منزر ده كده. والمسافة هي اللي هي ما يكونش فيها. ده الفستان ده ممكن يتلبس بطريقتين. الطريقة دلوحدو من غير الديل. والطريقة التانية اهي. يعني ممكن يتلبس بأكدر من شكل. يارب يكون قدرت اوصلكم معلومة. ودي الشغل هو بتاع الجزء الدليل المقفول من وراء. اللي هو مقفول من الجنب يعني. واشوف كو على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.